اهلا بكم مشاهدين الى الاقتصادية المفصلة من الميادين الى العنوين العز التجاري في تونس يلامس 6 مليارات و 500 مليون دولار و احزاب معارضة تدعو الى رحيل الحكومة في اليوم العالمي لمرضى السرطان حصار التحالف السعودي يحرم اليمنيين الدواء و يحضر دخول اجهزة العلاج اهلا بكم ارتفع العز في الميزان التجاري لتونس ليصل الى 6 مليارات دولار و نصف بحسب مصادر رسمية اسباب تفاقم العجز في التقرير التالي الميزان التجاري التونسي يسجل عجزا قياسيا خلال العام الماضي الاحصيات الرسمية تتحدث عن عجز يقدر ب 6 مليارات و نصف مليار دولار اما تركيا و الصين و روسيا في ابرز الدول التي تفاقم معها العجز متابعون للشأن الاقتصادي واكدون فشل الحكومات المتعاقبة في تعديل الميزان التجاري تونس عندنا اشكال في السنة الفارطة هو في العجز الاستجاني اللي صار رقم 19 الف دينار تونسي وهذا رقم يعني مش مستنسين به في تونس يعني نسبة العجز الاستجاري يعني نسبة 68% هي نسبة الصادرات على الواردات وهذا رقم غير ايجابي مستثمرون يبدون تحفظاتهم على القيود المفروضة على السلع المصدرة فيما يشدد اخرون على همية فتح الموانئ التونسي امام المستثمرين وتطوير اسطول النقل البحري خطوات هي دعم الميناء رادس والحاجة توفير خطوط اكثر مباشرة توفير يعني الخطوط تكون منظمة اكثر المعهد التونسي واللحصة يرجع التفاقم العجز الى ارتفاع قيمة توريد المواد البترولية على وجه الخصوص ما يستدعي من السلطات التونسية معالجة عاجلة لمسألة تعطل الانتاج في قطاع النفط تسعى تونس لتعديل العجز في الميزان التجاري عبر عدة اجراءات اهمها تطوير السياسة الترويجية ورفع القيود على الصادرات بلال مبروك تونس الميادين اعفى الاردن الرعاية التونسيين من رسوم الحصول على تأشيرة الدخول الى اراضيه ما سيسهم في زيادة اعداد الزوار والسياح الى عمان ونقل موقع الغد الاردني عن وزير الداخلية سامير لمبيدين انه تم اعفاء رعاية تونس من الرسوم لجميع انواع تأشيرات الدخول وسيسري القرار اعتبارا من يوم الاثنين وذلك استنادا الى نظام التأشيرات لعام 1997 وتطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل قالت وكالة التصليف الايتمانية موديز ان تشكيل حكومة جديدة في لبنان ايجابي لتصليف البلاد ويساعد في الافراج عن حزمة دعم دولي بقيمة 11 مليار دولار وكالة موديز توقعت ان تنفذ الحكومة الجديدة اصلاحات مالية لكنها حذرت من تأثير ضعف النمو في قدرة الحكومة على ضبط الاوضاع المالية ما يؤثر سلبا على ثقة المستثمرين وعلى نمو الودائع المصرفية هذا واستغرب رئيس الجمهورية اللبنانية مشيل عون الانتقادات الموجهة الى الحكومة الجديدة عبر الاعلام والى وزرائها قبل بدء عملهم عون وخلال لقاءته في القصر الجمهوري قال انه ثمت امر خاطئ ان يحصلوا في هذا المجال ولسيما السهم التي بدأت توجه الى الحكومة التي شكلت بعد النجاح في تخطي الازمة المالية التي قيل انها ستتسبب في انهيار الليرة وقد شد دعون امام زواره على اولوية معالجة الوضع الاقتصادي وقضية النازحين ومكافحة الفساد يعتزم العراق بيع الاردن نفط خامي كاركوك بحسب قدره 16 دولارا للبرميل الواحد عن سعر برينت القياسي بحسب ما كشف عنه وزير النفط ثامر الغضبان وذلك بناء على مذكرة تفاهم وقعت بين البلدين عام 2006 رئاسة الوزراء العراقية اكدت ان بغداد ستزود عمان بعشرة الاف بريل كل يوم من نفط كاركوك ما يعني ان الاردن سيستورد من العراق نحو نصف مليون برميل ما يعادل خمسة عشر مليون في الشهر ان كان سعر النفط العراقي عند خمسين دولارا كشفت الحكومة المصرية عن ملامح المنطقة الصناعية الروسية المصرية المقرر انشاؤها في مصر واظهر رسم بياني نشرت الحكومة ان المشروع سيقام شرق منطقة بورسعيد للصناعات اللوجستية وسيستغرق تنفيذه ثلاثة عشر عاما على ثلاث مراحل ويبلغ حجم الاستثمارات التي سيهتبها المشروع نحو ستة مليارات وتسعمائة مليون دولار وتتيح خمسة وثلاثين الف فرصة عمل على ان يكون تسعون في المئة من العمالات مصرية نبقى في مصر حيث تراجع الدينو المقاوم بالدولار القصير الأجل إلى اربعة عشر مليار دولار في نهاية العام الماضي وقال نائب وزير المالية المصري لسياسات المالية ان الديون انخفضت بمقدار ثلاثة مليارات ومائتين وخمسين مليون دولار بعدما نجحت الحكومة في الاقتراض الطويل الأجل من الأسواق الدولية واستخدام جزء من تلك الأرصدة لسداد الدين الخارجي القصير الأجل يذكر ان اجمالية الدين الخارجي لمصر بلغ اثنين وتسعين مليار دولار في نهاية حزيران يونيو الماضي معاناة مضاعفة لمرضى السرطان في اليمن نتيجة حصار التحالف ومنع دخول الأدوية واجهزة العلاج الإشعاعي حتى اليوم أحمد زبيب على كل سرير هنا قصة لمريض مع السرطان أحلام المرضى في يومهم العالمي لا تتجاوز الحصول على دواء ينجيهم من براثن المرضى ويمنع عنهم حصار التحالف الذي يحضر دخول الأدوية أو السفر للعلاج في الخارج استوقفتنا حالة الأم لطيفة انتشر السرطان في معظم أنحاء جسدها تقررت لها ثلاث جلسات للعلاج الكيميائي ومع انعدام الأدوية نتيجة الحصار أو ارتفاع أسعارها تفاقمت حالتها أكثر والوالدة قدر بصيرها حالتها تاعبة وكل ما أخرناها بيستغلها مرض الطفل شمسان ذو السنوات الست مصاب بالسرطان أيضا لم يتوفر له سرير في هذا المركز بصنعاء لتلقي العلاج ليأخذ جرعاته من على هذا الكرسي بسبب عدم قدرة عائلته على توفير صفائح الدم له كانت انقص عنده الدم والصفائح والمناعة وانقص عنده كل شيء وكاننا صعب قدر في الزلاط كان الحال صعب يقدر عدد الحالات المسجلة المصابة بمرض السرطان في اليمن بثلاثين ألف حالة تضاف إليها سنويا خمسة آلاف حالة حيث يتوافد المصابون إلى مركز وحيد في البلاد مع وجود جهاز واحد يعمل بطاقة لا تتجاوز ثمانية وثلاثين في المئة للعلاج بالإشعاع فقط ما ثاقم من حجم الكارثة وفي اليوم العالمي لمرض السرطان تتعالى الأصوات المطالبة بتحرك دوليا لفك الحصار ووقف الحرب أحمد محمد زبيبة صنعاء الميادين حذر وزير الخارجيات العراقي محمد علي الحكيم من ترد الوضع الإنساني في اليمن بسبب الأوبئة والمجاعة مشددا على ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية وتجنيب المدنيين نيران الحرب كلام حكيم أتى خلال اجتماع في بروكسل في إطار التحضيرات للقمة الأولى للاتحاد الأوروبي وجماعة الدول العربية التي تصدف مدينة شرم الشيخة المصرية أواخر الشهر الحالي قال رئيس السلطة القضائية في إيران صادق أملي لارجاني إن الأوروبيين ربطوا طرح الألية المالية بقبول إيران بمعاهدة غسل الأموال ودعم الإرهاب الأوروبيون الذين يدعون إلى الحفاظ على الاتفاق النووي قاموا بطرح ألية مالية محدودة تسمى إنستكس وهذه الألية مرفقة بشرطين غريبين حسب الأخبار التي وصلتني أحد الشروط أن على إيران قبول معاهدة مكافحة غسل الأموال ودعم الإرهاب والشرط الثاني أن ندخل في مفاوضات حول برنامجنا الصاروخي هذه الشروط المهينة لن تقبل بها الجمهورية الإسلامية أبدا وعلى المسؤولين أن يتنبهوا إلى أنه ليس من المقرر أن يرضخوا لمطالب الأوروبيين المسؤولين عن إزالة العقوبات عن إيران قتل مسلحون رئيس عمليات شركة موانئ دبي في الصومال باول فارموزا في بناء مدينة بوصاصو فيما أعلنت حركة الشباب المتشددة مسؤوليتها عن الحادثة وكالة سبوتنيك ذكرت نقلا عن موقع بونتلاند ميرر أن مصادر قالت أن مدير الشركة قتل بواسطة رجال مسلحين مجهولين قرب الميناء كشف موقع بلومبرغ الاقتصادي أن الأثرياء السعوديين الذين اعتقلوا فيما يسمى حملة مكافحة الفساد خرجوا فقراء بعد الحملة التي شنت ضدهم وذكر التقرير أن لجنة مكافحة الفساد التي يترأسها ولي العهد محمد بن سلمان حصلت 107 مليارات دولار على شكل أموال سائلة وعقرات وشركات من 87 شخصا وذكر موقع بلومبرغ بما قاله ولي العهد قبل أربعة أشهر ومفاده أن الحملة جمعت 35 مليار فقط ما يبدو مختلفا عن الرقم التي أفادت به لجنة مكافحة الفساد السعودي دعا تحالف المعارضة في السودان إلى تظاهرات يوم الاثنين في مناطق عديدة فيما أعلن صادرة المستشفيات الحكومية في ولاية الخرطوم الإضراب الشاملة من الأحد حتى الثلاثاء دعما للإحتجاج ضد الرئيس عمر البشير البيان الذي أصدرته لجنة صيادرة السودان المركزية أوضح أن الإضراب يستثني الحوادث والحالات الحرجة فيما أعلن الأطباء والاختصاصيون في مدينة دانقلا بالولاية الشمالية إضرابا شاملا ومفتوحا ابتداء من يوم الخميس المقبل احتجاجا على اعتداء الأجهزة الأمنية على الأطباء بالضرب حذر وزير الأعمال البريطاني جريك كلارك من أن بلاده ستندم إلى الأبد على مغادرة الاتحاد الأوروبي من دون التواصل إلى اتفاق وقال إن البرلمان بحاجة للتواصل إلى قرار للحؤول دون حدوث هذا خلال الأسبوعين المقبلين وجاءت تعليقات كلارك في صحيفة The Times فيما تحدثت الصحيفة عن وثائق حكومية تحزن من ارتباك نظام النقل بعد الانفصال من دون اتفاق وكانت شبكة سكاي نيوز قد كشفت أن شركة صناعة السيارات لبنية نيسان تنوي إلغاء خطة استثمارية في بريطانيا كانت الشركة قد أعلنت عنها قبل عامين هذا كل ما لدينا من أخبار اقتصادية نشكر لكم حسن المتابع المايدين دوت نت للمزيد إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر